النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكم متابعي نشرة الأحوال الجوية عبر أثير راديو الثورة لا تزال المنطقة تتأثر من امتداد ضعيف لمخفض الهند الموسمي المرافق لكتلة هوائية سطحية حارة على صعي طبقات الجو العليا نلاحظ هذا اليوم الأربعاء تغيرا ملموسا حيث من المتوقع أن نتأثر بامتداد ضعيف لكتلة هوائية باردة نسبيا مركزها وسط البحر الأبيض المتوسط بإذن الله بناء على هذا التحليل توزع ضغوط الجوية في طبقات الجوي كافة نتوقع بأن الله تعالى يكون تقص اليوم الأربعاء مشمسا مستقرا وحارا نسبيا تنخفض درجات الحرارة لتسجل 36 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 17 درجة مئوية تتحرك الرياح الغربية بسرعة 20 كم في الساعة كما تعمل أنظمة الطاقة الشمسية بكفاءة عالية بالنسبة ليوم غد الخميس تعود الأجواء شديدة الحرارة لتسود على المنطقة وذلك بفعل تقدم كتلة هوائية من عمق الجزيرة العربية باتجاه مناطق بلاد الشام ترافق هذه الكتلة الهوائية الحارة امتدادا لمخفض الهند الموسمي مع امتداد ضعيف لمخفض البحر الأحمر مع دعم عنويا للمرتفع الجوي شبه المداري الذي يقوم بتثبيت هذه الكتلة الهوائية الحارة في أجواء المنطقة لمدة 24 ساعة نلحظ نهار الخميس انتشار ضعيف انتشارا ضعيفا لصحوب متفرقة وعالية تزيد الشعور بالحر من المتوقع أن تلامس درجات الحرارة نهار الخميس 40 درجة مئوية في المناطق الداخلية وتصل حتى 44 درجة مئوية في المناطق الشرقية تنخفض درجات الحرارة ليلا لتلامس 20 درجة مئوية وتتحرك الرياح الغربية بشرعة 20 كم في الساعة كما ينخفض أداء أنظمة الطاقة الشمسية بفعل الصحوب المتفرقة وبفعل درجات الحرارة المرتفعة مع نهار الجمعة بإذن الله تعالى تنجلي هذه الكتلة الهوائية شديدة الحرارة وتسجل درجات حرارة خفاضا ملموسا حيث منتوقع أن تلامس 36 درجة مئوية نهارا وتنخفض ليلا إلى 15 درجة مئوية تحافظ حركة الرياح الغربية على نشاطها عند 20 كم في الساعة كما تعمل أنظمة الطاقة الشمسية الجمعة بكفاءة عالية إذن أهم ما يميز وأهم التحذيرات الخاصة بالساعات القليلة القادمة هو طقس الخميس والمتوقع يكون حارا بشكل واضح وصريح حيث منتوقع أن تزداد تركيز الأشعة فوق البنفسجية لذا يحضر التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخاصة بين الساعة الواحدة والساعة الخامسة بالنسبة للتوقعات متوسطة وبعيدة المدى نتوقع بإذن الله أن يكون انحسار مدرجة الحر الحالية مبكرا حيث نتوقع أن يبدأ مع ساعات نهار السبت ويصبح واضحا مع ساعات نهار الاثنين مع 23 درجة مئوية نهارا بإذن الله هذا كان كل ما يتعلق بتطورات الحالة الجوية الحالية أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون ترجمة نانسي قنقر